قلبه وكل حاجة بصراحة بديها وليد سليمان لعيب مهم جدا لعيب عنده خبرات كبيرة جدا لعيب عنده قلب جمان تحس ان هو الاهلي وليد سليمان بدي روحه على كل اللعيبة مع احمد فتحي ومع بقية الرجالة صالح جمعة مش عايزين نكرر اللي قبل كده اول ما صالح جيه الاهلي وبدأ بصه صالح بصه اللامسة بصه والهامزة بصه مش عارف وش الرجل ده طبيعي جدا وده صالح ده صالح جمعة وده المفروض اللي يقول عليه شكل لعيب الكورة في الناد الاهلي اللي هو صنعه على الحد فصالح هو ده شكله عايزين نقول ان صالح عنده كتير ولسه مسانين منك كتير مش عايزين بقى كل ما صالح هيعمل بصه بصه صالح بعمل ايه هو ده صالح جمعة ده الطبيعي جدا بتاع صالح جمعة وصالح عنده حاجات كتير جدا أنا عارف لان انا مرنته قبل كده في امبي وكنت بشوفه دايما في التدريبات في أمبي صالح عنده حاجات كتير جدا جدا لسه ما طلع عاش عايزين نقول لصالح أنت لسه عندك كتير مش عايزين نقعد نقوله الباص والوش الرجل وصالح المعلم لا عايزين نحافظ على صالح كده وعايزين دايما نديله دفع الأمام مش دفع سلبية بالكلام أكيد حضراتكم متفاهمين كلامي نستغل صالح أنه عنده كتير ومستنين منك أكتر صالح إن شاء الله زي منت ده جوله طبعا جول كان مهم جدا في المصري يعني تعود صالح أنه يحط جول في المصري لكن مستنين منك كتير قوى صالح وده الطبيعي بتاعك وأقل من الطبيعي كمان ومستنين منك أكتر بإذن الله اتكلمت عن وليد سليمان واتكلمت عن كل